تقام غدا الجمعة 3 انتخابات مهمة في الاتحادات الرياضية هتبدأ الساعة 10 صباحا انتخابات اللجنة البراليمبية المصرية وفيها مناثة قوية على منصب رئاسة بين حسام الدين مصطفى الرئيس الحالي والدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة البراليمبية السابق وفي الثانية ظهرا هتقام انتخابات لا تقل أهمية ولا تقل شراسة عن انتخابات اللجنة البراليمبية وهي انتخابات اتحاد التجديف وفيها مناثة قوية جدا بين قيمتين أيضا من الأولى برئيسة الدكتورة عمر النوري رئيس الاتحاد الحالي والتانية بيترقصها اللواء شريف الأماطي نائب رئيس الاتحاد الحالي وفيه تمام الرابعة عصرا هتنطلق انتخابات أيضا قوية في اتحاد ريشة الطائرة وفيها منافسة قوية بين الدكتورة علي حصاب الله رئيس الاتحاد الحالي وهدي حسن نجمة منتخابنا الوطني ووحدة من الكوادر الشبابية المهمة جدا كل التوفيق للجميع ودايما بقول ربنا يوفق الجمعية العمومية في اختيار الأصلح والأقدر على تولي المسئولية في المرحلة المقبلة